تحياتي لكم أهلا وسهلا خلينا نتابع اليوم في جلسة لعلاج القدمين والتهاب القدمين كنا معكم مبارح طبعا كانت الإجر من تفخة بشكل كبير فاستخدمنا محلول من سمغ المرة بإضافة ملعقتين مطحون من سمغ المرة مع الكرومفل المطحون كمان ملعقتين والهيل المطحون كمان ملعقتين ضيفنا عليه في كاس مياه فاتري وحركناه وخلناه ساعة وبعد ما برد شوية حطينا عليه شوية خل بمقدار يعني 3-4 معالك خل تفاح وعملنا دهون على منطقة الرجلين هذا التهون عملنا كل ساعتين لثلاث ساعات دهنا بالفوتة شوية في هالزيوت هذه من المر اللي هو السمغ العربي والكرومفل والهيل وهذا خفف الالتهاب بشكل كبير بس الحجة يرضى عليها راحت لقطت التين من الصبح فمشت وتحركت فبلشت الأمور تقلم معها في المفصل فهلا بدنا نعمل شوية مساج نستخدم زيت زيتون عادي وفي زيت عطري هنا وهو زيت النعنع مع زيت الزنجبيل مع زيت الليمون بحط شوية من هالزيوت هذه فقط لعمل شوية تخدير للألام شوية 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 على الإجرتين اللي يعطي شوية رواعي عطرية وبعدين بحط شوية زيتون بدون ما أسخن بدون ما أي شي فقط اللي أعمل عملية تليين للإجير للقدم اللي نحاول الليين شوية فقط المفصل نحرك الدورة الدموية عنده الرجلين طبعا معرضات لتراكم للدورة الدموية نحن كاعدين الكاعدة كل شي بتراكم تحت فمنحاول نحرك المفاصل بشوية مساج حركات بسيطة مش مؤلمة بس هي عملية تليين وتخفيف للألام كابل ما نعمل التمرين وكابل ما نتحرك وكابل ما نمشي يعني بدنا ناخد فترة راحة ثلاثة أيام أربعة أيام أنا ما بصير أشوف حالي خفيت وأقوم أمشي وأتحرك وأطلع درج وأنزل درج مباشرة بدها فترة راحة العلاج فبنحط الزيت ونبلش حركات بسيطة فقط ترطيب للرجل كابل ما نعمل أي شي بنحاول نلين بنحاول شوية شوية على الخفيف بدون ضغوطات بسيطة فقط عملية تحريك بسيط لأنها كلها مؤلمة يعني لما تكون ملتهبة بيكون صعب إننا نحرك بشكل كبير فبنحرك شوية 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 والألام بصير تخف مع الحركة وبنصير من فوق لا تحت بنحاول الحركات نسحب عملية سحب فقط في الرجلين مع الزيت حركات بسيطة بعدين بنشوف وين في مناطق مؤلمة متحجرة أو منتفخة وبنصير شوية شوية بأصابعنا مش في روس أصابعنا في إيدنا كلها يعني شوية شوية نحرك لأنه إذا حطينا الأصابع وضغطنا في هاي الحالة بتكون مؤلمة فإحنا بدنا شوية شوية ونعمل حركات بسيطة والزيوت هذي تنتص تنتص من الجلد تنتص ل في الرجلين يعني بتعمل عملية ترطيب وعملية تخفيف لحدة التشنجات وحدة التصلبات اللي موجودة وبنكرر هاي العمليات خمس دقائق شوية 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 خمس دقائق عشر دقائق طبعا هاي العملية عملناها بعد ما نقعنا الرجلين في المياه الفاترة أو الباردة مع شوية ملح يعني نصف فنجان أو فنجان كامل من الملح ملح عادي بنحط لنا شوية خل كمان فنجان بنخل التفاق في هالمياه الباردة هاي وحطيت مغلي لإكليل الجبل مغلي إكليل الجبل كمان هذا مهدئ للآلام ومخفف للالتهابات تم النقع تقريبا نصف ساعة مع عملية تحريك الرجلين والأصابع وحنا حاطينهم في المياه فبعد النقع هلا بيجي موضوع الزيوت نعمل شوية حركة بعد لنصف ساعة بعدين بنصير شوية شوية بنحرك نبدأ أصابع وبعد خفيفة نحرك الرجلين نحرك المفاصل ونبدأ أصبع أصبع قليلا لن تجربع بعض ، نحرك المفاصل ثم عفلهم نحرك يجب لنحرج وننشط الشرايين ونخفف الخشون الموجودة في المفاصل هذه الأشياء تريدها قليلا بدون عملية ضغط نتحرك ونحرك ثم نصل إلى المفصل نتحرك قليلا حوالي نعمل حركات بسيطة ثم نصير في أيدينا قليلا نقرب حركات بسيطة نحرك أماما نحرك أماما نحرك أماما نحرك أماما لا نقرب أماما ولكن بسيطة الجهاز يتحرك ونحرك ونحرك تكون سهل العملية التحرك عندما نقرب نجد نحرك 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 لأنه لا نحرك الهجلين ولم نحرك المفاصل يكون هناك خشونة. الخشونة يعني أنه تصلب في المفاصل وتصلب في الغشاء المفصلة والتهاب والانتفاق كله بسبب عدم الحركة. فهذه الحركات الضرورية قليلاً قليلاً. هذا الإجر أفضل. نمسك الإجر في إدينا وقليلاً قليلاً نحرك المفاصل هذه. يعني شكلات بسيطة حركات بسيطة. هذه المرحلة الثانية زي ما حكينا. يعني المرحلة الأولى قبل أن نصل إلى هذه المرحلة. ممكن أن تقعد يومين ثلاثة قبل أن نضع إدينا ونعمل هذه الحركات. فبتكم بالتدريج خطوة خطوة وهذه تكون الجلسات يومية يومية مرة لمرضين في اليوم. يعني ليس مرة واحدة وخلص وحطيب. بدها متابعة. على مدة أسبوع كل يوم شوية ناقع في المية مية فاترة مع ملح مع خل مع عمل بعض الحركات وهن إجرينا في المية بعد ما نخلص المية بنحط زيتها الزيتون إذا في زيوت عطرية تانية زيت الكورنفول زيت الهيل زيت الليمونز زيت الزنجبيل بنحط أكمل نقطة على زيت الزيتون وبنعمل الحركات هذه وبعد جلسة المساج وحركات المساج البسيطة بيأتي موضوع التمارين شوية شوية حركات بسيطة لازم نمسك الرجل ونمسك المفاصل في كل الاتجاهات ونصير نحرك في كل الاتجاهات اللي بنقدر عليها إصبع إصبع شوية شوية سيكون هناك ألام ولكن هذه الألام شوية شوية سيكون تذهب مع التاليين ومع الحركة يعني إجرينا هذول لنضع عليهم فقل مئة كيلو ويكون هناك خشونة فالصدعات والألام أكيد ستحصل فأريدها شوية التاليين بسيطة سيكون هناك ألام أه سيكون هناك ألم شوية شوية تحمله بس خمس دقائق وقال تجدك ترتاح بس في فترة العلاج كمان بتطيروا بالكم يعني أي واحد أنتوا ألام حادة غش معقول إنه يمشي ويتحرك لأنه أضع وزن على إجريي وأمشي فأنا هيك بضاعف الالتهاب وضاعف الآلام يعني أقل ما فيه هيدا لازم نحرك بس ما نحرك وإحنا واقفين على إجرينا نحط النهام نرفع إجرينا ونصير شوية شوية ممكن نستخدم إحنا لحالنا الفوطة ونصير شوية شوية نحرك في جرينا شوية شوية نحرك في جرينا لازم هاي الحركات أنا لما عمل هاي الحركة أنا بعمل انكباضات في هاي العضلات بنشط الدورة الدموية بشيل كل السائل اللمفاوي من الرجلين اللي مسبب الانتفاخات وبرجعوا لورا شوية بخفف حديث الاحتقانات بخفف تشنجات العضلات بلين الإجر بلين المفصل يوم عن يوم يوم عن يوم بصير الأمول تفرق الألم بصير يخف الحركة بتصير الزيد الالتهاب بخف الانتفاخات بصير تتكل إذا ظلت الانتفاخات هاي موجودة إذا أنا أريد أن ألف الإجر في بانداج إذا ما قدرت أسيطر على الانتفاخ وأشيله من أول يومين ثلاثة في هالحالة بألف الرجل في بانداج الانتفاخ بانداج اللي هو ضاغط بيكون شوية شوية وبلفه لفوق الركبة اللي عمل ضغوطات وهي البانداج بيكون لمدة ساعة ساعتين بعدين بشيله وبرط بحطه اللي عمل عملية ضغوطات اللي أمنع تجمع السوائل في الرجلين وفي القدمين وهيكي بتكون العملية تامة كجلسة علاج طبيعي في البيت لأحبائكم لأمهاتكم لألكم لنفسكم لا علاج ألام الرجلين سواء في المفاصل أو هشاشة عظام أو أي مشكلة أدت لانتفاخات لألام تعب هذه هي الإجراءات ميه نقع عمل مساج ربع ساعة بعد المساج شوية تمارين وشوية حركات خفيفة تعادل عملية مرتين في اليوم يوم عن يوم تفرق الوضع لمدة أسبوع بعد الأسبوع بنكون جاهزين ما تستعجلوا على المشي والحركة أعطوا المفاصل وإجريكم فترة لأنها تتشافى بالشغلات البسيطة هذه اللي هتخفف كتير من الأعراض بغض النظر شو المشكلة وشو المسبب المهم عندي فيه أعراض انتفاخات فيه أعراض ألام فيه أعراض تصلبات إذا لازم أمشي في الخطوات هذه شوية شوية إذا كان الوضع ملتهب بستخدم المياه الباردة أو المياه اللي درجة حرارة الغرفة إذا كان الوضع مزمن صلوا شهور وما فيه التهاب في الحالة بستخدم المياه الفاترة مش المياه الباردة مع وضع الخل دائما والملح مع هذه المياه وإذا بدكم فعالية أفضل بتغلوا الأعشاب مغلي أعشاب سواء الإكليل الجبل أو النعنى أو الزعتر أي عشبة موجودة في البيت أو الميرامية بتغلوا لكم بريك شاي وبتضفوا للمياه هذه هذا سيخفف كتير نتمنى لكم الصحة والعافية شكرا لكم تحياتي لكم دكتور محمود السوس هلا هلا بنساول خلاص